قدم أهالي تكريت مركز محافظة صلاح الدين التهاني لأبناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بمناسبة عيد الجيش مستذكرين بطولاتها التي طرزتها في مسيرتها الحافلة بالنصر على أعداء الوطن والشعب بالتأكيد مبارك هذا الجيش لحفظ أمن واستقرار مدينة تكريت وأيضا صلاح الدين وعموم عراقنا الحبيب واليوم جيشنا هو سور لهذا الوطن من كل الاعتداءات الخارجية ونتمنى أنه يا رب الاستقرار يدوم على كل أهلنا وناسنا في عموم العراق ومثل ما تشاهدون اليوم مدينة تكريت تتمتع باستقرار أمني بفضل القوات العمنية كافة وهذا الذي نتمنى الأمن والأمان على كل عراقنا الحبيب بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي ستة كانون نهنع الشعب العراقي ونهنع الجيش العراق البطل ونسأل الله أن يحفظ هذا الشعب العراقي ويدفع عننا هذا البلاء نبارك للجيش العراقي البطل بمناسبة عيدهم والذين كانوا سبب بعودتنا إلى مدينة تكريت ونسأل الله أن يحفظ هذا الجيش نهني جيش العراق مناسبة عيد الجيش هذا الجيش البطل الذي بنى من عام 1921 لحد الآن وهو جيش عربي ويدافع عن الأمة العربية بكل معنى الكلمة ونهنيكم بهذا اليوم أيها الأبطال أيها الشجعان أيها البواسل جيش العراقي بذكرى تأسيسه ونأمل أن تستمر الأمان في مدينة تكريت وندعو أن يحفظهم من كل شر إن شاء الله وإن شاء الله تستمر الأمن والأمان في مدينة تكريت أولا نبارك بهذا اليوم مناسبة عيد الجيش وإن شاء الله الأمن والأمان على العراق والعراقيين ويا ربي إن شاء الله العراق أحسن إلى أحسن إن شاء الله ويعم الأمن والأمان إن شاء الله شكرا